بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في قناة إنجليزي ابتدائي مع مسهناء السمان إن شاء الله النهاردة نشتغل من كتاب جيم كتاب جيم على صفحة 65 فيها lesson 2 الدرس الثاني في يونت 8 الوحدة التمنة الوحدة 8 الوحدة 8 الدرس الثاني هو فيه جزءين فيه 3 أجزاء A, B, C أول جزء عندك اسمه أباوم أباوم يعني قصيدة قصيدة لهو شعر أبيات من الشعر Look, انظر, read, اقرأ and notice والغاحظ القصيدة اسمها Our trip to the sea يعني رحلتنا إلى البحر Last week and we went to Demiada يعني الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي We went to Demiada يعني ذهبنا إلى مدينة الدمياد To see grandpa, grandma and grandpa لنرى جدتي وجدي Who live by the sea اللذان يعيشان By the sea بالقرب من البحر بجانب البحر أو بجوار البحر كل دواح We swam in the water يعني نحن سبحنا Swam يعني سبحنا in the water في المياه Which was deep and blue التي كانت عميقة وزرقاء We saw lots of fish يعني رأينا الكثير من الأسماك and an octopus too وأيضا اغطبو ده جزء الأول من القصيد طيب نشوف الجزء الثاني Grandpa caught a fish يعني الجد استاد سمكة Which grandma made into a lovely dish التي صنعتها يعني طبختها Grandma جدتي into a lovely dish في طبق جميل We ate the meal and had a healthy dessert يعني نحن أكلنا الوجبة وتناولنا تحلية صحية إيه هي التحلية؟ Bananas, mouths, apples, apples, tufah and frozen yogurt وزبادي مثلج نشوف الجزء الثالث We saw some old photos and sang a song يعني نحن رأينا بعض الصور القديمة وغنينا أغني But لكن time was short الوقت كان قصيرا The day wasn't long اليوم لم يكن طويلا We felt happy يعني نحن شعرنا بالسعادة It was a day to remember كان يوما للذكرى A day to remember يعني يوما للذكرى We will go again soon يعني سوف نذهب مرة ثانية soon قريبا Early September في أوائل سبتمبر في أوائل شهر سبتمبر نشوف صفحة كام عندك صفحة ستة وستين listen and say استمع وقل Extra vocabulary المزيد من المفردة زي إيه؟ Beach شاطئ CHD تنطق Beach شاطئ Beach شاطئ دميادة دميادة يعني محافظة دمية محافظة دمية Lovely Lovely يعني جميل دي adjective adjective يعني صفة Lovely جميل Healthy Healthy يعني صحي دي طبعا برضو صفة adjective يعني صفة Healthy صحي THD تنطق healthy Again Again يعني مرة أخرى Again مرة أخرى Instead of Instead of يعني بدلا من Instead of بدلا من Trap Trap يعني رحلة Trap رحلة Deep Deep يعني عميق Deep عميق أنا بصف المياه بأنها عميقة Deep Deep عميق Dash Dash يعني طبق حتى احنا بنقول على طبق طبق receiver بتاعنا ملقون عليه Dash اللي احنا بيبقى فوق متعلق فوق بقى اسمه ايه Dash طبق dessert dessert يعني حلوة أو تحليم هي عبارة عن مأكلات بتبقى سكرية طعمها حلو وبتيجي بعد الوجبة نقول عليها ايه dessert يعني حلوة ركز اللي فيها 2S دي تبقى حلوة لكن في كلمة تانية احنا أخذناها قبل عن كده اسمها dessert dessert يعني صحراء صحراء فيها S وحدة فقط أوكي soon soon يعني قريبا soon قريبا sick sick يعني مريض sick مريض دي صفة last week end يعني عطلة نهاية الاسبوع طبعا احنا عارفين week end اللي هو نهاية الاسبوع هنقول last week end يعني العطلة اللي بتبقى في نهاية الاسبوع الماضي last يعني ماضي octobus octobus اللي هو الاخطبط octobus الاخطبط ده حيوان بحري meal meal يعني وجبة تشمل كل الوجبات meal كلمة وجبة تشمل ايه breakfast اللي هو الفطار lunch اللي هو الغداء dinner اللي هو العشاء كل واحدة من دول اسمها meal يعني وجبة frozen frozen يعني مجمد مجمد ده صفة صفة الشيء بانه مجمد frozen frozen مجمد jellyfish jellyfish اللي هو طنديل البحر طنديل البحر اسمه jellyfish ده كائن بحري نشوف هنا conjugation verbs يعني تصريف الافعال عندنا regular verbs افعال منتزمة او احنا عرفنا افعال منتزمة يعني تمشي على النظام تمشي على القعد بس ازاي ايه كده في present present دي معناها مضارع live live يعني يعيش تبقى ايه lived lived عاش اضفنا d فقط عشان الفعل اساسا ينتهي بيه فاحنا اضفنا d فقط لغير هنا في present زي ايه remember remember يعني يتذكر هتبقى ايه remembered يعني تذكرة ضفنا ايدي عشان ده فعل منتزم نشوف هنا regular verbs يعني افعال غير منتزمة يعني لا تتبع النظام لا تتبع القعدة مش هنضيف اي اضافات وما هنعمل ايه هنحفظ شكل الفعل زي ما هو p الماضي عندنا في المضارع زي ايه go go يذهب تبقى ايه went went ذهب شفتوا شكل الفعل تغير ازاي swam swam يسبح swam swam سبح catch catch يمسك c h d تنطق cha cha caught caught يعني امسك ايه امسك ايت ايت اكل 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 ci سينج يغني سينج يغني سانج يعني غنى هنا في مجموعة أفعال تانية زي ايه في المضارع يرى رأى طيب دول شكلهم في المضارع بيبقى ايه تيجي مع اي لما اقول اي ام طيب واس تيجي مع مين مع اي وشي وات اقول الشكل ده هو شكل في المضارع طيب في المضارع هي بقى ايه واس يعني كان اقول اي واس انا كنت اي واس ات واس نشوف هنا يصنع ميد صنع هاف هاف يعني يحصل على لديه عنده يمتلك وممكن معناه يتناول لو جي بعدها طعام او شراب او وجبة هاد هتبقى ايه حصل على او كان عنده او تناوله واللي ده هتبقى هاد هاد feel يشعر feel يشعر felt felt يعني شعورة نشوف هنا expressions and phrases يعني تعبيرات وعبارات سيئ live by live by يعيش بجانب نمقول live by زي يعني يعيش بجوار النهر او بجانب النهر a day to remember يعني يوم للذكرى a day to remember يوم للذكرى يوم نتذكر tasted horrible يعني مزقها سيء للغاية مزقها وحش جدا فظيع يبقى tasted horrible check pile هناخد هنا بقول read and write اقرأ واكتبتي لو العبارة صحيحة if لو العبارة قاطعة number one they went to to see their grandma and grandpa يعني هم نذهبوا لمدينة الاسكندرية ليروا مين قدتها وقدها ايوة العبارة دي صحيحة فنقول هنا true يعني العبارة صحيحة number two their grandpa caught an octopus and a fish يعني جدها جدهم استاد استاد ايه اخطبط وكمان سمكة لها العبارة دي false هو ما استادش اخطبط وسمكة وستاد ايه افش فقط لغير استاد سمكة واحدة فقط لغير ما استادش اخطبط number three they saw some old photos and sang a song يعني هم رأوا بعض ايه بعض الصور القديمة وغنوا اغنية العبارة دي ايوة العبارة دي true صحيحة هم عملوا كده اتصوروا كمان غنوا اغنية نشوف صباحة 67 فيها language focus يعني التركيز على اللغة هناخد ايه النهاردة past sample tense with irregular verbs يعني زمن الماضي البسيط مع الافعال غير المنتظمة احنا كنا عملين نحكي ونقول الافعال في منها افعال اسمها منتظمة يعني تمشي على النظام تمشي على القاعدة اللي هو ايه اضافة دي او اي دي او اي اي دي للفعل علشان هو منتظم علشان يبقى في الماضي لكن النهاردة النهاردة بكرر احنا هناخد ايه الافعال irregular يعني افعال غير منتظمة يعني ايه يعني ما تمشيش على القاعدة ما تمشيش على النظام ايه هو ان هي هنعمل ايه فيها هنخفزها زي مهي هنخفز شكل الفعل في الماضي زي مهو هنا بيقول ايه يعني استمع point اشر انسي وقل affirmative يعني الاثبات الجملة في الاثبات في زمن الماضي البسيط هيبقى شكلها ازاي اول حاجة هتبدأ بالفاعل يعني مين اللي عمل الشيء بعد كده التصريف التاني للفاعل لو هو irregular barb فاعل غير منتظم هنحفظه زي ما هو شوف الولد ده بيقول ايه اي ايت بيتزا يستردي انا اكلته بيتزا امس يستردي يعني امس شايفين يعيني لسه بيفكر في البيتزا اللي هو اكلها بارح مستخلاص اتكلت خلاص يبقى اي ايت بيتزا يستردي اكلت امتى امس خلاص انتهى الحدث طيب لو عايزين نعمل سؤال فيه WH question يعني باستخدام كلمات الاستفهام طبعا وإحنا عارفين كلمات الاستفهام كتير زي what ما او ماذا where يعني اين when يعني متى how يعني كيف who يعني من وكمان which يعني اي كل دي ادوات استفهام او كلمات استفهام ممكن انا اقول عليها اداة استفهام او كلمات استفهام اللي هي بنبدأ بها السؤال طيب هنا هنبدأ السؤال ب WH word يعني كلمات WH بعد كده هنجيب الفعل المساعد did اللي هو هيساعدنا على تكوين السؤال في زمن الماضي البسيط بعد كده هنجيب الفاعل اللي هو subject subject دي ايه معناها فاعل ونجيب مصدر الفاعل في علشان ده سؤال علشان ده سؤال لازم نجيب فيه مصدر الفاعل طيب يبقى علشان نجيب هنجيب الفاعل الاول وبعد كده التصريف التاني للفاعل القعد دي كده مش واضحة هتوضح امتى لما هنشوف ايه المساعد يعني ده سؤال بيقول ايه what did you do last weekend يعني what معناها ما او ماذا يبقى بدأ بالكلمة الاستفهام اللي هي WH بعد كده جاب الفاعل المساعد اللي هو ايه did اهو اللي قولنا عليه بعد كده جاب من subject اللي هو الفاعل اللي هو you بعد كده جاب الفاعل في المصدر اهو الفاعل الاصل اللي هو do معناها يفعل وقادي last weekend اللي هو الاسبوع الماضي اللي هي عطلة نهاية الاسبوع الماضي فهنا بيقول ايه what did you do last weekend ماذا فعلت في عطلة نهاية الاسبوع لاحظ ان do هنا في المصدر مصدر الفاعل طيب هي بتفتكر بقا مباية الاسبوع الماضي عملت ايه بتقول اي انا سوام انزاسي يعني سبحته في قلبة الاجابة قالت اي علشان هنا السؤال بيو السؤال ما تكون بيو يو في السؤال تتحول الى اي مش هو بيسألني بيقول لي ماذا انت فعلت فهقول له ايه ما جاء جاوب هقول له انت فعلت ولا هقول له انا هقول له انا انا دي يعني ايه اي يبقى اي سوام انزاسي انا سبحته في قلبة نشوف صفحة تمانية وستين فيها يعني التصريف الافعال اتكلم من هلده عن مجموعة كبيرة من الافعال غير المنتظم علشان انت تحفظها خد كل خمسة مع بعض خلص خمسة سمعهم وبعد كده ارجع خد خمسة بعضهم وهكذا هنا يعني افعال غير منتظم في المضارع زي ايه باي باي يشتري الماضي بتاعه ايه بوت بوت يعني اشترى جي اتشدي سيلنت يعني لا تنطق فلاي فلاي يطير فلو فلو طارة هير هير يسمع هير هير سمع جيف يعطي جيف يعطي جيف اعطى رايت رايت يكتب راوت راوت كتب ثراو ثراو يرمي ثرو ثرو يرمى ثرو رمى فيل فيل يشعر فيلت فيلت شعر سي يرى سو راو سو راو يعني يذهب وينت ذهاب نشوف مجموعة تانية زي فورجت ينسى فورجوت فورجوت نسى كت كت يعني ناخد لابدنا ان الفعل كت في المضارع والماضي نفس الشكل كت كت يقطع وقطع كم يأتي كيم أتى يعني جهو خلص كي سي سي يقول سد قال سد قال ران ران يعني يجري ران ران جرى هاب يعني يملك أو لديه أو عنده عبا هاد هاد يعني كان لديه أو امتلك سينج سينج يغني سانج سانج غنى ميك ميك يفعل أو يصنع هي معناها يصنع مش يفعل ميك يصنع ميد صنع هنشوف بعد كده تشيك بوينت على الأفعال اللي احنا أخذناها الأفعال يعني أفعال غير منتظم choose the correct answer يعني اختار الإجابة الصحيحة number one what عايزك تختار فعل مساعد من دول you do yesterday يعني فعلت أمس عايز أقوله ماذا فعلت أمس الفعل المساعد اللي احنا نستخدمه في زمن الماضي البسيط what did أقول what did you do عشان هنا في yesterday تدل على الماضي يبقى الفعل المساعد اللي احنا نستخدمه بعد كلمة الاستفهام على طول هو dead في زمن الماضي البسيط number two they يعني هم عايز ناخد فعل من دول their kites يعني طائراتهم الورقية last week الأسبوع الماضي يبقى طالما last week الأسبوع الماضي يبقى عايزين فعل في زمن الماضي البسيط من فيهم blue blue d معناها طارة يبقى هم طيروا طيرتهم في نهاية أو في الأسبوع الماضي last معناها الماضي number three my grandparents يعني جدي عملوا ايه عايزين فعل من دول to visit us yesterday yesterday يعني أتوا عايزين يقول أتوا لزيارتنا أمس yesterday يعني أمس طالما في yesterday يبقى نختار فعلي في زمن الماضي البسيط من فيهم came came يعني أتا يبقى هنا في yesterday تدل على الماضي هنا last week تدل على الماضي هنا yesterday برضو تدل على الماضي نشوف صفحة 9 هو 60 الجزء الثالث من الدرس اللي هو ايه writing writing about a memory يعني الكتابة عن ذكره read and write يعني اكتب اقرأ واكتب step one أول حاج عشان تكتب عن ذكرياتك حصل معك كذا كذا رحت المكان الفلاني وهكذا طول ايه step one الخطوة الاولى write notes about the topic يعني اكتب notes ملحوزات عن الموضوع اللي انت بتتكلم عنه طب الملحوزات دي تشمل ايه كأنك بتسأل نفسك بطول where did you go يعني اين ذهبت تعتقد مثلا انت تكون ذهبت فين تفتكر المكان اللي انت رحت له مثلا هنا جاي بمثال الاليكساندريا يعني مدينة الاسكندريا السؤال الثاني ممكن اسأله النفس هاقول who was with you من كان معك اقول my parents my parents يعني والدي what did you do يعني ماذا فعلته عملت ايه swim in the water يعني ايه صبحته في الماء played on the beach لعبته على البلاج او البيتش لفا الشاطئ what did you eat ماذا اكلت ايه اكلت سمك what's your favorite memory ما هي الذكرى المنفضلة لديك تقول when i played on the beach عندما لعبته على الشاطئ ده مثال مثال تعمل زيه هنا step 2 الخطوة التانية بيقولك write the topic and ending sentences يعني اكتب اكتب جملة البداية جملة الموضوع وجملة النهاية topic sentence جملة الموضوع اللي انت هتكتب عنه هتبدأ ايه تبدأ الجملة بتاعتك تبدأ الفقرة بتاعتك بايه هتقول يعني انا زهبت لما دينة الاسكندرية الجمعة الماضية كده انت هتبدأ تحكي طيب لما تخلص هتكتب ending sentence يعني جملة النهاية we had fun اه دي جملة النهاية على فكرة ما تكتبش الكلام ده ما تكتبش topic sentence ولا ending sentence لا انت تكتب الجملة نفسها مش تكتب الحاجات دي لا الجملة نفسها طيب step 3 الخطوة التالتة write a correct paragraph يعني اكتب فقرة صحيحة and review your spelling وراجع على spelling بتاعك الهجاه and punctuation marks وعلامات الترقي هنشوف هنا مثال لفقرة مكتوبة a day in Alexandria يعني يوم في الاسكندرية I went to Alexandria last Friday يعني انا زهبت الاسكندرية في الجمعة الماضية my parents يعني والدي my brother اللي هو أخي and my sister وأختي where with me كانوا معي لاحظ انه ببادئ كده اول حاجة سيب فراغ مسافة كلمة ببادئ بحار في كابتل خلص كل جملة يضع في الاسطب طبعا مراعي جدا علامات الترقيم اسم مدينة خليها كابتل اسم يوم من ايام من السبوع كابتل بداية جملة برضو كابتل لسه في كلام تاني بيضع كومة وهكذا يعني انا سبحت في الماء أنا رأيت الكثير من الاسماك الملونة يعني انا ايضا لعبت على الشاطئ مع اسرتي I ate fish and had a slice of chocolate cake يعني انا احكلته سبكا وكمان شريحة من كعكة الشكولات My favorite memory is يعني الذكرة المفضلة لدي هي ايه When I played on the beach with my family يعني عندما لعبت على الشاطئ مع اسرتي We had fun نحن استمتعنا ده طبعا عنوان الوحدة بتاعتنا We had fun نشوف بعد كده صفحة سبعين بيقول read and write يعني اقرأ واكتب Do you remember your visit to your grandparents هل تتذكر زيارتك ل your grandparents لجديك In a writing checklist يعني لاحظ او خلي بالك ان انت ممكن تكتب البارغراف في النقاط دي The paragraph should start with a topic sentence بيفكرك اني البارغراف بتاعك الفقرة بتاعتك لازم تبدأ بtopic sentence اللي هي جملة الموضوع الموضوع اللي انت هتحكي فيه The paragraph should end with an ending sentence يعني لازم كمان تنهي البارغراف بتاعك بجملة خاتمة ثالث حاجة بيقولك check your spelling and punctuation marks يعني تأكد من spelling الصحيح وكمان علامات الترقي ايجيب لك البراجراف الفقرة اللي انت عايز تكتبها في صورة اسئلة يعني انت كأنه ده سؤال موجه لك وانت من خلاله هتجاوب وتقول الفكرة اللي انت عايز تحكي فيها هنا مثلا هنا طبعا اسئلة كتير هنا بيقول use your notes استخدم ملحوظاتك to write a paragraph لتكتب فقرة of about four to six sentences من أربع لست جملة الموضوع عن ايه your visit to your grandparents يعني زيارتك لجدت او اجدادك اول حاجة نسيب مسافة الكلمة وهقول last week ده كده الجملة الافتتاحية بتاعتي جملة الموضوع اللي هي topic sentence انا ما كتبتش هنا كلمة topic sentence لا كتبت على طول الجملة بتاعتي last week بدأت بحارف capital كمان حطيت هنا كومة عشان اراعي علامات الترقيم last week الاسبوع الماضي I visited my grandparents يعني انا زرت جدي يبقى اول حاجة الجملة بتاعتي الاولى هتكون اذكر فيها المكان اللي انا رحتله بالفعل انا رحت فين I visited my grandparents انا زرت جدي I was with my brother and sister انا كنت مع اخي واقتي انا كده بجاوب على الاسئلة كل جملة هتجاوب على سؤال من دو نقول where did you go اين زهب هنا بيقول who were with you who were you was يعني كنت مع مين قلت I was with my brother and sister طب السؤال التالت هنا بيقول لي ايه what did you do يعني ماذا فعلت هجاوب هنا وهقول we played in the garden تلعبنا فين في جاردن اي حديقة حديقة البيت طبعا مع اخي واقتي بعد كده السؤال هنا بيقول what did you eat ماذا اكلت فانا هجاوب هقول we ate نحن اكلنا ايه cakes and drank some juice وشربنا بعض العصير my favorite memory is عشان هنا بيسألني بقول what's your favorite memory ما هي الذاكرة او الذكرة المفضلة لديك ايه الذكرة المفضلة لديك هقول له my favorite memory is هي ايه we took photos ان احن اخرنا صور التقطنا صور it was a nice day كان يوما لطيفا هنشوف هنا صفحة 71 فيها listen to exercises يعني تدريبات على listen to بأجزاء التلاتة listen and complete استمع واكمل عندنا تلات كلمات هناخد منهم ونكمل الفراغات دي الكلمات هي both يعني اشترى great يعني عظيم did فعل مساعد نستخدمه في زمن الماضي البسيط امير ومين علي امير بتقول بيقول what ايه هيقول what did you do last night يبقى انت سمعتني قلت كلمة ايه did وهي موجودة عندك هتكتب هنا did اهو يبقى what did you do last night ماذا فعلت الليلة الماضية عليها بتقول i bought a new bike يعني انا اشتريت دراجة جديدة هادي bought يعني اشتريت امير بيقول لها ايه that's great هذا عظيم يبقى نكلم هنا great يعني عظيم نشوف هنا number two بيقول choose the correct answer يعني اختر الاجابة الصحيحة اي انا هناخد فعل من دول a slice يعني شريحة a slice of cake yesterday يعني شريحة من الكات yesterday امس يبقى طالما yesterday امس يبقى ندور على فعل في الزمن الماضي من في دول الماضي had يبقى انا تناولت شريحة من الكعك امس number two مونة مونة لها اسمي went on went on a to the sea عايزي اقول اني مونة ذهبت الى ذهبت الى a to the sea ذهبت الى a park a park يعني منتزه او حقيقة عامة يعني تحلية ولا trep trep يعني رحلة يبقى مونة ذهبت on a trep يعني مونة went on a trep مونة ذهبت في رحلة to the sea لالبح trep يعني رحلة number three هنا عندنا a بيسأل b بيجاو a بيسأل بيقول where did you عايز فعل من دو last week الاسبوع الماضي عايز يقوله انا ذهبت الاسبوع الماضي بي بيرودي بول i went to the park انا ذهبت للحديقة العامة او المنتزة طيب يبقى طرى ما قلنا في سؤال السؤال دايما الفعل فيه بيبقى في المصدر يعني مصدر الفعل بدون اي اضافات مين فيهم فيهم مصدر go go هو الفعل الوحد بدون اي اضافات يبقى احنا بنستخدم في السؤال المصدر فقط go number my aunt يعني عمتي lives تعيش اي زا سي هنقول بجوار البحر ولا معناها عيشة على البحر ولا من اجل البحر لا طبعا معناها بجوار او بجانب number three read and match اقرأ وصل عندنا a b number one what did you buy last week يعني ماذا اشتريت last week الاسبوع الماضي هنشوف كل دول وهنترجم عشان نعرف هنختار اي i went to alexandria انا ذهبت لي الاسكندري my mom made a delicious meal يعني والدتي صنعت وجبال زيز i bought a new computer انا اشتريت كومبيوتر جديد it was horrible كان فزيعا او كانت فزيعا هنقول ثاني السؤال عشان شكلك كده ايه خلاص نسيت وبيقول ايه what did you buy last week يعني ماذا اشتريت الاسبوع الماضي طالما هو بيقول ماذا اشتريت فانا لازم هرد اقول انا اشتريت اهي انا اشتريت كومبيوتر جديد number two they saw a movie last night يعني هم رأوا a movie دي معناها فيلم هم شافوا فيلم last night الليلة الماضية هناخد لها تكملة ايه it was harpoon يعني كان وضيع كان سيء للغاية الفيلم كان سيء للغاية number three it was i was i يعني انا i was hungry yesterday انا كنت جعان yesterday امس طيب علشان كده my mom made a delicious meal يعني والدتي صنعت وجبة لزيزة number four where did you go last summer يعني اين ذهب last summer الاسبوع الماضي اقول له i went to alexandria انا ذهبت الى مدينة الاسكندرية علشان هو بيسأني بي where يعني اين فانا هاسكر له اسم المكان اللي انا رحته اشوف بعد كده صفحة 72 بيقول rearrange the following يعني قاعد ترتيب الادي number one two الى demyada اللي هي محافظة demyada went يعني ذهبت يجي بعدها two went to يعني ذهبت الى month شهر we نحن last الماضي او الاخير طيب فهنقول ايه اول حاجة نبدأ بيها we اللي هي كده الفاعل بعد الفاعل يجي ايه الفاعل فين الفاعل went to يبقى هناخد went وبعدها two يعني نحن ذهبنا الى we went to نحن ذهبنا الى ذهبنا الى ايه لازم اجيب اسم المكان لان روح تلو اللي هو مين demyada يبقى هناخد هنا number four طيب ذهبت لمدينة دمياد امتى last month الاسبوع الشهر الماضي يبقى last الاول وبعد كده month اللي هو الشهر يبقى الشهر الماضي نقول تاني الجملة بتقول we went to يعني نحن ذهبنا الى ايه demyada امتى last month الشهر الماضي number two ده ده فعل مساعد بيستخدمه في زمن الماضي البسيط go يذهب last يعني الماضي you and where معناها اين تسأل عن المكان week end اللي هو نهاية الاسبوع هنبدأ اول حاجة ب where اللي هي كلمة الاستفهام يبقى كلمة استفهام بعد كده فعل مساعد اللي هو did بعدها الفاعل اللي هو you عشان نقول بتاعتنا بتقول ايه كلمة استفهام فعل مساعد فاعل ونجيب بعدها الفعل الاصلي اللي هو go طيب كل ده معناه ايه حتى الان where did you go يعني اين انت ذهبت امتى last week end يبقى نقول last الاول وبعد كده week end نقول السؤال ثاني where did you go اين انت ذهب last week end نهاية الاسبوع الموض number three buy buy يعني بجوار او جانب they 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 معنى العلم تيجي قبل الاسم live يعني يعيش هناخد اول حاجة they اللي هي كده الفاعل بعد الفاعل يجي ايه الفاعل فين الفاعل live يبقى هم يعيشوا يعيشوا فين buy the sea بجوار البحر هنقول buy الاول وبعد كده نقول the sea يبقى they live buy the sea يعني هم يسكنون بجوار هم يعيشون هم يعيشون بجوار البحر number four yesterday يعني امس what معنى ما او ماذا do يفعل you and did ده فاعل المساعد نستخدمه في زمن الماضي البسيط في السؤال هنبدأ اول حاجة بايه بكلمة لاسف هام هي what بعدها هنقول ايه what وبعد كده الفعل المساعد اللي هو did what did وبعدها الفاعل اللي هو you الفعل الاصلي اللي هو do يبقى ايه على بعضه what did you do يعني ماذا فعلت امتى yesterday امس دايما احنا قلنا yesterday في السؤال بتيجي اخر حاج what did you do yesterday ماذا فعلت امس هنشوف number five بتقول write a paragraph اكتب فقرة من 4 ل5 جمل ل6 جمل four to six sentences من 4 ل6 جمل على ايه a day on the beach يعني يوم على الشاطئ نشوف الكلمات ممكن نستعين بها عشان كتابة الفقرة week end يعني نهاية الاسبوع week end هي عطلة نهاية الاسبوع swim يسبح deep يعني عميق fish سمك meal وجبة هنبدأ اول حاجة نسيب مسافة كلمة ونبدأ نكتب هنقول last week end يعني في عطلة نهاية الاسبوع الماضي i went بعد كده هضعكم i went to the beach يعني انا ذهبت للشاطئ i went with my family انا ذهبت مع عائلتي باول المكان اللي انا رحته اسمه ايه هقول انا رحت مع مين i swam in the sea يعني انا سبحت في البحر it was deep الماء كان ايه deep عميق my father caught a fish يعني والدي اسطاد سمكة and my mother ووالدتي cooked a lovely meal يعني طبخت وجبة جميلة it was a nice day كان يوما لطيفا انا كده حاولت استخدم بقدر امكان الكلمات الاسترشة دي هنشوف هنا number six بيقول punch شوية the following يعني ده علامات اترقيم لي الجملة للتالية when did he go to mcdy's house هنبدأ اول حاجة طبعا حرف كبير في بداية الكلام ليه لان دي بداية الكلام طيب when did he go to mcdy's house مجدي ده اسم شخصي بقى لازم يبدأ بحرف كبير هنا في apostrophe s اللي هي الفاصلة العلي برضو زي ما لقيناها هنفطها في مكانها برضو mcdy's house معناها منزل مجدي وإحنا قلنا الابستري في s دي بتاعت الملكية بتقول ان ما بعدها ملكي لما قبلها يبقى ده منزل مين مجدي ده سؤال عشان نبدأ بكلمة الاستفهام يبقى ناخد اخر حاجة question mark علامة استفهام كده وصلنا لصفحة 72 إن شاء الله المرة القادمة هنكمل مع بعض listen 3 في باقي اليونت بتاعتنا ونكمل منهجنا وإن شاء الله هنحل الامتحانات لو عندك أي استفصال أو سؤال اكتبوا لي في الكومنس تحت الفيديو وأنا إن شاء الله هجاوب لك عليه تابعونا على قناة انجليز اتدائي مع مسهنا السمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته